مرحبا فيكم حبايبي برج السرطان تشوف كيف طاطك عام لهاي الفترة في طاقة سامة في حياتك او انك انت عم بتمارس ادمان اما على شخص اما على موضوع معين طول الوقت عم بتفكر فيه عايش يمكن بصراعات كنت عم بتحاول الانتصار عليها عم بتحاول الوصول للحقيقة فشايفك يعني عم توصل لهذا التوازن اه شايفك مش موت في نهاية لاشخاص كانوا عم بعادوك او انهم رح يبتعدوا عنك فشايفة انه انت فوق وهم تحت كمان هذا الكرت ممكن يكون استشفاء منطقات سلبية عم بتحاول انك تستشفي اه بنوع من الانواع خلينا نشوف في شكل عام بعدين شوي يعني نلقي نظرة على العاطفة بالنسبة لبرج السرطان بشكل عام برج السرطان عم بتحاول انك تسافر يمكن عم بتحاول انك تطلع من مأزق معين عن طريق السفر خلص البعد اه تماما اه عم بشوفك شوي مضايق اه بشغلك او بموضوع المال ولكن عم بشوف تحسنات في هذا الموضوع اه في مشروع في شي انت بتحاول انك تحيي بتحاول انك تحيي طول الوقت اه يعني مصر عليه شايفيتو عم ينشي على خير ولكن هذا الموضوع بيحتاج كتير جهد منك وانتو بفعلا ضيعت كتير جهد على هذا الموضوع اه عم بتناق نازع ناس او عم بيكون في اه شوية مشاكل بينك وبين ناس معينين. اه ممكن يكونوا في العمل ممكن يكونوا في العمل هدول الاشخاص. عم بتكون على صراع دائم معهم. فشايفي فيه ترابط بين هذا الكرت وهذا الكرت يعني هما اجوا فوق بعض. فشايفي انهم هما رح يعني كيف يقعوا بنفس الحفرة اللي حفروا لك اياها او انه هما رح ياخدوا اذا مش قريدي صار يعني او انه رح ياخدوا جزاؤهم فكيه كارمة كبيرة من هاي الناحية. اذا انظلمت انت رح تاخد حقك في هاي الفترة اذا مش قريدي اخدتو. لان واضح جدا بالكروت. اه هذا الكرت اه بشوفه اكتر لا احياء جوانب حتى لو مش مشروع اه جوانب في شخصيتك انت كنت مهملها وكنت اه عم تطلع على الامور بسطحية. شايفيتك عم تتواصل مع روحك الداخلية عم تحيي اه الامور اللي ماتت اه جواتك اه مثل الفرح السعادة الك فترة ما انبسطت. فعم بشوفك بتحاول انه تتغير بتحاول انك تغير داخلك كمان مش بس اه الخارج اه ولكن كمان من الخارج انت عم تهتم كتير بهاي الفترة. يمكن اه عم اه للنساء عم يفكروا بعملية تجميل اه او انه يعني نقصوا وزنهم يعني ايشي له علاقة بالهيئة بالشكل او انه يشتروا كتير هاي الفترة اواعي ملابس. اه فعم بتكون كتير عم تصرف على هاي الامور. يعني عم تهتم من الداخل ومن خارج عم بشوف كي توازن في الموضوع. الصراعات اللي كانت موجودة في داخلك عم ترسى على بر عم بتوضح الامور قدامك عم ينتهي هذا الصراع. اه في البعض من برج السرطان عم بشتغل يعني بجهد كبير كبير خوفا اه من الناس اللي قلنا يمكن عليهم انه يأسروا عليه في لانه هم بأسروا فعلا بشكله خطر على مستقبله على كذا. اه فهو عم يشتغل ما عم يخلي غلطة يعني عليه عم يشتغل بتركيز اه ما عم يخلي حدا يعني يتشمت فيه. عم بشوفه بيبدل جهد كتير هاي الفترة. عم يمكن خايف برج السرطان من انه يترك وظيفته او انه يعني يتروح من وظيفته خلينا نقول. اه ولكن لا انا شايفيتك قاعد يعني ومستقر بالعكس فيه تطور بالمستقبل. اه شايفة كمان انه فيه وفرة مالية في نهاية هاي الفترة. اه او انك مقدم على شي مقدم على قرض مقدم على او بتستنى فيه ارث معين. لهم فيه قضية يعني اه فيها مال. ازا كانت في المحكمة فهي لصالحك. او بشوفها اكتر انها مش محكمة بشوفها اكتر اه عن طريق التراضي يعني. انه ما بتوصل للمحاكم. وازا كانت وصلت للمحكمة بموضوع معين فالنجاح لايلك ولكن شايفة فيه شوية صبر عم بتحاول تكون صبور فكون صبور هاي الفترة. برج السرطان من بعد ما كنت منعزل من بعد ما كنت اه تحاول تكون لحالك اه في اغلب الامور وكأنك فقط تستقف كل اللي حواليك بالفترة الماضية اه حاسيتك لا يعني عم بتكون اه اكتر اجتماعية بالفترة الجاي اكتر اه اكتر اكتر انفتاح على العالم. يمكن عم حتى تتواصل مع ناس عبر الانترنت اه بهدف العمل او ممكن علاقة حب بتكون ما بعرف بس عم تتواصل بطريقة كبيرة اه من للخارج. او حتى سفر. رح تسافر اه ممكن للبعض منكم اللي بستنى سفر رح تسافر هذا الشهر. رح يكون سفر ولكن سفر اه غير المتوقع يعني رح تسافر يعني بتكون اول شي متخوف منه من هذا الصف. اه بتكون بدك اياه اوكي لكن بتكون متخوف كتير عندك تخوفات كتير ناحية السفر. بس مبين انه البلد الجديد او المكان الجديد اللي انت رايح عليه اه مكان رائع احسن المكان اللي انت فيه حاليا. هون بشوف شخص من طاقة نارية او مائية حتى ممكن تكون ترابية عم بيحاول يتقرب منك البعض منكم في العمل. اه هذا الشخص يعني له فترة عينوا عليكم. له فترة عم بيحاول يراقب السلوك تبعكم. عم بيحاول يدرسكم لانه في عنده علاقة جدية مش اللي هو بده يلعب. فرح يدخل حياتكم هاي الفترة فان شالله يعني يكون على خير في هذا الموضوع. وشايفيته انه بمشي للجدية يعني فيه فيه استمرارية بالموضوع. اه شايفيتك انك اه طبعا الناس اللي بيستنوا حمل او كذا في احتمال انه يصير فيه حمل هاي الفترة. لكن ينتبهوا من الاجهاض يعني ما يبعدوا عن هذا الموضوع موضوع الاجهاض او هاي المواضيع. خلي الامور طبيعية. اه شايفة للناس اللي خلينا نقول اتعدوا حد يعني سن معين او تأخروا بالزواج. انا ما بسميه تأخر بالزواج ولكن فيه ناس بيفكروا انه هم تأخروا في الزواج او عندهم افكار سلبية من هذا النوع. بشوف هدول الاشخاص رح يتقدم لهم هاي الفترة شخص مناسب. رح يلتقوا بشخص على علاقة جدية. فيعني ما نضيع فرص حتى لو كان فيه شخص قديم في حياتنا. يعني نفكر بعقلنا اكتر خلينا نقول. خلينا نشوف من ناحية عاطفية هيك بشكل عام. برج السرطان شو في عنده? برج السرطان فيه كار ما رح تتحقق. فيه استشفاء. هم بتحاول تنسى الشريك او الشريك عم بحاول ينساك. لكن فيه سعادة يعني بنهاية العلاقة. النهاية رح تكون سعيدة جدا. العلاقة عم بشوفها بالفترة الجاي عم بيكون فيها توازن اكتر. عم تكون على اسص صحيحة عم يؤدي للارتباط. انا شايف هاي علاقة جدية. مش علاقة يعني. قبل شوي بيّنوا العزاب عندنا. وهلأ. اوه. اوكي. وهلأ عم بيبين. وبينوا برضو متأخرين شوي في الزواج. وهلأ عم بيبين عندي نوع من الفراء يعني فيه ناس مفترئين. فشكله كل برج السرطان رح يفرح ان شاء الله هاي فترة. اذا خلينا نشوف. زي ما قلتلك فيه يعني فيه استشفاء او عم تحاول انك تنسى الشريك. لكن بالنتيجة طبعا القراءة حبايبي ممكن تكون عكسية. لانه قراءة عامة وعاطفية. اه شايفيتك. يعني شوفهم طلع عندك تسعة وتسعة. يعني قربت كتير من نهاية الموضوع. قربت كتير من النهاية السعيدة. اه شايف هاي العلاقة زي ما قلتلكم بتودع الارتباط. لانه في عنا اربعة هون اللي هما اربع يعني دعائم. وكأنه شيء يعني انا بفسر لكم الكرت عشان ما تستغربوا. اه لانه بعضكم يعني طلبني انه مثلا ليش ما نغير الكروت اللي بنفتح عليهم. انا كنت استعمل كروت معينة عشان انتوا تفهموهم وتكونوا يعني معاي بالقراءة. او بس. اه بس ازا بتكم كل مرة بنفتح بكروت اه شكل ما في مشكلة. اذا هاد الكرت انا بشوفو في دعائم اربعة. اي شيء بتحطو على اربع دعائم بتكون اه يعني على ارض ثابتة. يعني موضوع جدي انا بشوفو مش موضوع اللي هو عابر او كزا بينك وبين الشريك. انتو ناس مفترئين اكتر. اه شايفي في اخبار كمان عم بتريح لك بالك عم بيكون اه يعني امور. امور انت مفكرها كانت اه شر او كزا اه امور مشاكل انت وقعت فيها انت والشريك. اه لكن اه لا في تطمينات بعدين في يعني رح تنتهي هاي الامور كلها رح تختفي. رح يصير في فرصة للقاء بيناتكم رح تلتقوا. او تتواصلوا ممكن على الانترنت على التليفون ما بعرف. المهم اه فيه كار ما عندك رح تتحقق. وجاي تحتيها اللي هم التن بنتيكلز. يعني شايفي هدول الكارتين اكتر على المال. فيه ناس اه يمكن اه راح من ايده مبلغ من المال رح ربنا يعوده. وكمان بالحياة العاطفية يعني اه عم بشوف انه عم بيحصل على حقه من هاي العلاقة العاطفية. خاصة اذا كان مظلوم اذا كان يعني مش منه الغلط فعم بيرجعله حقه كامل. عم بشوف اه فيه انتصار على اهلاقة ثلاثية ممكن تكون او على الشريك نفسه. شايفي اللي بلش بالغلط او اللي عمل الغلط عم ياخد جزاؤه. وهي القراءة عكسية ممكن تكون اليك او للشريك. هون شايفي كل ما بتحاول تتشافه وانك تنسى الطرف الثاني بالعكس عم تزداد حب له عم تزداد نار الحب. كل ما بعدته بالعكس عم بتحبه بعض اكتر. اه شايفي هون كمان في عندك نهاية لموضوع بداية لموضوع جديد. على صعيد العاطفة للمنفصلين انا بشوف هذا الكرت انه نهاية لمشاكل نهاية لطرف ثالث نهاية العوائق وانتقال موضوع تاني على العكس تماما طاقته معاكسة للوضع الاولاني. فعم بشوف من من السلبية رح تروح للإيجابية العلاقة. كمان بالعلاقة الثالثة رح يكون في اللي هو الطرف الثالث هو الخسران بالموضوع. رح يكون في انتصار على الطرف الثالث. الطرف الثالث رح. ما بعرف بسميها فضيحة او شي مشكلة كبيرة رح تصير بين الشريك وبين الطرف الثالث اذا كان في طرف ثالث. رح يعرف الشريك انه انت اللي على حق وهدول الاطراف او الطرف الثالث هو اللي كان عم يعني بحاول يغميله على عيونه. شوف طليلك تسعة وتسعة يعني قلتلك قبل شوي انه يعني القرب من نهاية الموضوع الاولى السايكل في الحياة. يعني دورة حياة قاتمة رح تخلص وتبلش عندك دورة حياة جديدة. فيه اشياء برج السرطان من الفترة الجاي او قريدي عاشها اللي هي اختلاف كبير. ما اظن انه كان في عنده ركود يعني فيه كانت تغييرات في الامور. عم بتكون مخاوفك كلياتها عم تتأكد انها هي مجرد مخاوف. رح يعني تروح لطريق الحقائق والواقع. رح تكون كل الامور واضحة قدامك. رح تستغل الفرص اللي كنت في اول الفترة عم بتضيعها عم تستغلها كلياتها. هاي الفترة شايفتك شوي مع المادة عم بتحافظ كتير على الفلوس اللي معك. واكنه يعني محضر حالك لفترة صعبة او ما بعرف ليش. بس شايفيتك ماسك شوي ايدك هاي الفترة. يعني صح عم بتبعزق على امور يعني لبس وكذا وهات بس بالامور. المبالغ الكبيرة عم بحسك عم بتجمد عم بتحوش لموضوع كبير لمشروع كبير. ممكن يكون للزواج ممكن يكون للارتباط لهدول الناس. فشايفي الامور العاطفية رايحة للطريق الصحيح رايحة ولكن بيتدرج بشوية صبر. خلينا نشوف الوراكلز لبرج الصراطان نصيحة شو بتقولهم هاي الفترة. عم بحس يعني اغلب الابراج عندهم صعوبات هاي الفترة ما بعرف ليش. ولكن رايحة للافضل يعني هي فترة بنصبر شوي عليها وبعدين كل الامور تستقر. شو بتقولك النصيحة؟ شايفيتك عم زي ما قلنا في الكروت بيقولك كيب جوين فورورد. يعني الطريق اللي انت ماشي فيه كمل فيه بطريق مستقيم. مع انه في ناس رح تكون ضدك في امور يعني امور تانية رح تكون ضدك. مش بس اشخاص ممكن تكون ظروف ممكن تكون تحديات. ولكن بيقولك خليك على نفس الطريق ورح توصل. فيه افق بعيدة يعني فيه يعني الافق رح توصل لابعد نقطة يعني ممكن تتخيلها. فخلينا نكون متفقلين هاي الفترة يا برج السرطان ونطول بالنا. برج السرطان هيك دايما بيفكر بالمثالية انه يكون نمبر ون انه فجدنا شوي نصبر عبما نوصل لهاي المرحلة. لانا رح نوصلها رح نوصلها. بحكي عن حالي كان برج السرطان. اه هون بشوفك عم بزيد الوعي عندك زي ما قلنا قبل شوي حقائق اه شغلات غير هيك. اه كبير الان عم بتحجمهم. في عندك كان مخاوف الان عم بتزول. اه فالوعي عندك اه كبر. او حتى في بعضكم عم يشتغل على على عم يشتغل على موضوع الروحانيات. اه عم بشوفه بالمستقبل بيشتغل في هذا المجال بهذا الفيلد. اه او هو بيسعى بالمستقبل انه يشتغل في هذا الموضوع. او قريدي هو عنده شيء. ترجمة نانسي قسi